لو واحد عنده شركة تابعة لشركة نتفليكس بحيث ان شركة نتفليكس بالنسبة له تبقى الشركة الام فافضل وصف الفيلم ده لوندرومات بالنسبة للشخص ده هو لما مامك تعمل لك ده بيك شورت في البيت احداث فيلم ده لوندرومات بالدور عن تفجر فضيحة ده باناما بيبرز ودي فضيحة تسريب مستندات اتكشف من خلالها تورط عدد كبير من رجال السياسة ورجال الاعمال واصحاب الثروات الكبرى على مستوى العالم في عملية غسيل اموال وتفادي دفع ضرائب وده بمساعدة شركة محاماة كبرى في باناما اسمها موساك فونسيكا احداثنا بتبدأ مع ايلن مارتن اللي بتحاول تفهم مين المسؤول عن تقلص التعويضات اللي كانت المفروض تقبضها بعد حادث موت جزها ورحلة ايلن معقدة وغامضة زي بالضبط القوانين اللي بتدير الاموال في العالم حاليا فيا ترى ايه اللي حيحصل الغرض الاساسي من فيلم ده لوندرومات هو لفت الانظار للفساد الموجود في الانظمة الضريبية الامريكية حاليا اجندة سياسية بكل تأكيد والهدف الاساسي منها هو التوعية وده تمام ما عنديش مشكلة معاه الا لما بيبتدي يعمي صانع الفيلم عن انه يصنع فيلم حلو اصلا وده للأسف هو الوضع في فيلم ده لوندرومات اللي مليان مشاكل سواء على مستوى التأسيس او على مستوى التنفيذ او على مستوى الخلاصة الفيلم مبني بالكامل على بعض الافكار الفنية المستعارة اللي مش ممكن تقترب في جودتها من حتى الفيلم المتوسط اللي اتبع نفس الافكار الفيلم متقسم لفصول فصول ديها عنوين حاجة كده شبه افلام كوينتين ترنتينو وان كان التشبيه ده في حد ذاته يعتبر نوع من انواع الاهانة لانها في الحقيقة ما فيهاش اي نوع من انواع التصاعد بل ممكن تكون اصلا مش متربطة وبيتخلى للفصول دي مشاهد كتيرة جدا بيتم فيها اختراق الحائط الرابع على ايد الشخصية اللي بيجسدها جاري اولدمان والشخصية اللي بيجسدها انتونيو بنديرس عشان يشرحولنا بعض المفاهيم اللي ممكن تكون غمضة بالنسبة لنا عن النظام البنكي والنظام المالي وبالمرة يحكولنا بعض الاحداث اللي الفيلم ما شغلش باله ان هو يقدمها لنا ومع كل الشرح ده وكل التقديم ده وكل الدروس دي انا برضو مش قادر افهم ايه الرابط ما بين رحلة ايلن مارتن وما بين رحلة موساك فونسيكا ده ممكن يحركنا لسؤال تاني وهو هو مين بالضبط بطل الفيلم لان الشكل بتاع ترتيب الشخصيات بيقول ان ميرل ستريب اللي بتجسد شخصية ايلن مارتن هي البطلة ولكني اكاد اجزم ان زمانها على الشاشة اقل من الزمن بتاع جاري اولدمان وانتونيو بنديرس واللي عندهم قدر كبير من الاداء التمثيلي طبعا ولكن اغلب مشاهدهم عبارة عن محاضرات محاضرات صعبة والحقيقة الناس بدلت مجهود كبير جدا في انها تحفظها وتقديها في بعض الاحيان في لقطة واحدة مطولة بس حتى اثناء المشاهد دي ما تقدرش تحس ان الناس دي كانت واخد الموضوع على محمل الجدية او للامانة بالتحديد جاري اولدمان اللي كان حاسس ان هو في مصرحية اكتر من اللازم وما كانش بيتهاون في اداءه ولكن كان بيقدم الاداء المطلوب علشان الشكل الهزلي يكتمل وهو شكل هزلي من المفترض ان هو اسود ولكنه في الحقيقة ما كانش تراجيدي بالقدر الكافي وبكل تأكيد ما كانش بيدحك بالقدر الكافي وطريقة اداء جاري اولدمان ممكن تكون خلت اداء انتونيو بنديرس يبان ان هو في قدر من المبالغات بينما في الحقيقة في رأي الشخصي الرجل يشكر لانه كان الوحيد اللي واخد الموضوع على محمل الجدية ميرل ستريب على الجانب الاخر عندها بعض اللحظات الميرل ستريبية ولكنها مش كتيرة والكارزمة بتاعت ميرل ستريب فيها مختفية تماما وراء بحث المشاهد عن معنى اللي احنا بنشوفه ده الادوار المسندة خارج التلاتة دولتا كانت تكون مش محسوسة على الاطلاق وفيه طبعا بعض مرات الظهور الشرفي لبعض الممثلين المعروفين الكلام اللي انا حكيته ده كله بقى ما بيفكركوش بـ The Big Short اللي كان مليان مفاهيم معقدة ومليان اختراق للحائط الرابع ومليان قصص متوازية يمكن في البداية ما يبانش اوي اعلاقتها ببعض وممكن يكون جدلا من بطولة 7-8 ممثلين وقدر مش بسيط من الادوار المسندة المحسوسة وفواصل من اعجب ما يمكن لمساعدتنا على اننا نفهم ايه اللي بيتقال ويمكن نكون مفهمناش اوي انا شخصيا شفت ده Big Short ملا يقل عن 10 مرات وفي كل مرة بتعلم حاجات اكتر وبرضو مقدرش اقول لحد دلوقتي ان انا فهمت الفيلم بالكامل وده الدعاء مقدرش اقوله على دولندرومات الحقيقة الناس وفت وكفت في شرح كل حاجة بس مستويات المتعة والحرفة والتمييز الفني والدرامي والاداء التمثيلي مفيش اي مجال المقارنة ما بينهم حقيقي انا مش عارف بيبقى ايه اللي موجود في مخ صنع الافلام اللي بيجري لمقارنات هو مش قدها طب هل انا بقول ان الفيلم ده ما فيهوش اي حاجة عدلة في الدنيا الحقيقة لا الفيلم على مستوى الاقاع كويس جدا انا عموما ما اقدرش اقول عليه انه كان ممل هو عدد كبير من الفواصل والمشاهد المسلية اللي للأسف الخطوط اللي بتربطها رفيعة جدا وبيضة جدا لدرجة انها ممكن ما تتشافش الحوار كمان كويس جدا حتى وهو خطابي حتى وهو بيهدف في الاساس للتوعية معلش كان كويس جدا وحتى وانا بتكلم في المميزات حطر اوشير لعيب كبير جدا موجود في الفيلم على مستوى تقسيم الفصول لان في النص التاني من الفيلم فجأة ابتدت تظهر قصص بتتحكي جوه الاحداث والقصص دي بتاخدنا لشخصيات تانية وسيناريوهات تانية وللأمانة القصتين اللي اتحكوا بالطريقة دي كانوا افضل حاجة في الفيلم دي قصص مش من بطولة ممثلين معروفين عشان يبقى واضحين ولكنها فعلا كانت كويسة وفعلا كانت مبنية حلوة والاداء التمثيلي فيها كان مقبول والدراما اللي فيها كانت شديدة بس من الاخر لازم تكون متعاطف قوي من الفيلم عشان الخلاصة بتاعت القصتين دول تبقى بالنسبة لك شيء مفيد خصوصا وانهم بعيدا عن الاحداث بالتحديد ملهمش اي فايد على مستوى الرسالة وزي ما قلت الرسالة هي التركيز الاساسي بتاع الفيلم ولكنه كان ضروري جدا لان من غيره كنت حطلع انا شخصيا اسأل نفسي هو ايه اللي انا تفرجت عليه ده بالضبط للأسف انطباعي الشخصي هو ان مخرج الفيلم ستيفن سودربرج ما عملوش بالعناية الكافية وممكن دي تكون صفة مشتركة مع كل الحاجات اللي شفتها له من ساعة ما رجع من الاعتزال بتاعه اللي كان اعلانه في 2013 وصولا لفيلم لوجن لاكي في 2017 واللي بالنسبة لي كان فيلم كويس جدا ولكنه في انسين اخد جانب تجريبي لحد ما مع عدم اضافة اي شيء للجانب الفني وفي دلوندرومات بياخد الجانب السياسي مع عدم تقديم اي اضافة للجانب الدرامي الفيلم كان عنده امكانيات كبيرة جدا على الاقل على مستوى الاسماء المشاركة في البطولة ولكنه اهضرها بالكامل واهضر معاها امكانية توعية المشاهد حتى للرسالة اللي هو بيقدمها تقييمي لفيلم دلوندرومات هو 3 من 10 الفيلم ده بيشكل دليل كبير على ان سياسة نتفلكس اللي بتدي لصناع الافلام حرية كبيرة مش بالضرورة انجح حاجة في الدنيا مناقشة الحلقة مين هو صانع الافلام اللي في بداياته كان عظيم جدا ولكن في افلامه الاخيرة تقدروا تقولوا انه عاوز ياكل عيش وخلاص ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك و تويتر ونيمو و بودج و باز و باي باي